ترجمة نانسي قنقر في ظل الدعم والاهتمام الذي يحظى به شباب الوطن من قبل جلالة ملك البلاد المعظم ومساندة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ومؤنزرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الوادي السيد أحمد الشيخ المشرف العام ومخرج برنامج كافو التلفزيوني وطاقم العمل وأشهد سموه ببرنامج كافو الذي حقق تميزا كبيرا منذ عرضه الأول في شهر رمضان المبارك قبل أن ينتقل إلى السعودية ويواصل تميزه عبر تسليط الضوء على النماذج المضيئة في مجال العمل الإنساني والمبادرات الخيرية في المجتمعات الخليجية وأكد اسموه أن برنامج كافو يعكس ما يتميز به أبناء الوطن من قدرات إبداعية في مجال الانتاج التلفزيوني والإعلامي بصورة عامة عبر إطلاق برامج تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة بصورة جديدة ومغايرة عن المألوف ولها أهداف وغاية إنسانية ترمي إلى تعزيز قيم الخير والمحبة الإنسانية والتكافل الاجتماعي والتركيز على قضايا المجتمع من زاوية جديدة وبقالب درامي وقصصي مبتكر وجديد يحاكي مختلف شرائح المجتمع وأضف سموه لقد حقق برنامج كافو أصداء إيجابية في المجتمع البحريني والخليجي وشهد تطورا كبيرا بسواعد بحرينية ما يعكس قدرات الطاقات الشبابية في مملكتنا ونحن سعداء بهذا النجاح الرائع الذي يعكس ما يتحلى به شبابنا من قدرات وأمكانات هائلة قادرة أن تنافس على المستوى الدولي بقوة شكرين لطاقم العمل هذا النجاح الذي عكس الصورة الإيجابية لمملكة البحرين وكوادرها الشبابية متمنين لطاقم العمل المزيد من التوفيق والنجاح